منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية اي سي سي في عام الفين واثنان وجدت المحكمة نفسها في قلب الصراع المستمر بين اسرائيل والفلسطينيين على مر السنوات شهدت الاراضي الفلسطينية المحتلة العديدة من الادعاءات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مما دفع المحكمة الجنائية الدولية الى فتح تحقيقات موسعة تهدف الى مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم في عام الفين وخمس عشر بدأت المحكمة الجنائية الدولية بدراسة الوضع في فلسطين بعد انضمامها كدولة عضو مما منح المحكمة الولايه القضائية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت على الاراضي الفلسطينية منذ عام الفين واربع عشر في السنوات الاخيرة تضعفت الضغوط على المحكمة لاتخاذ خطوات فعلية خاصة في ظل الاحداث الاخيرة مثل الهجوم الذي شنته حماس في اكتوبر الفين وثلاث وعشر والذي اسفر عن مقتل الف ومائتان اسرائيلي وما تلاه من احداث مؤسفة في قطاع غزة هذا التوتر يعكس تعقيد الوضع وتداخل السياسات المحلية والدولية في هذا النزاع طويل الامن يأتي قرار المحكمة بفتح تحقيق رسمي في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الدولية لمحاسبة الاطراف المتورطة في الجرائم وقد يؤدي الى اصدار اوامر توقيف بحق مسؤولين كبار من الجانبين مما يفتح فصلا جديدا في السعي لتحقيق العدالة في هذا النزاع المستمر من خلال حديثنا اليوم سنستعرض بشكل مبسط تاريخ المحكمة الجنائية الدولية في تناول النزاع بين اسرائيل وحماس مبرزين القرارات المهمة والتحديات التي واجهتها المحكمة في سعيها لتحقيق العدالة في واحدة من اكثر المناطق اضطرابا في العالم والسيناريوهات المتوقعة في حالة صدور قرارات توقيف في حق مسؤولين اسرائيليين وما موقف الولايات المتحدة الامريكية في حال صدور تلك القرارات من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو اعلن المدعي العم كريم خان ان المحكمة الجنائية تحقق في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبت في غزة يأتي ذلك في ظل تهديدات وضغوط من قبل المسؤولين الاسرائيليين والامريكيين الذين اعربوا عن استيائهم من احتمال اصدار اوامر اعتقال ضد المسؤولين الاسرائيليين اما المحكمة الدولية اي سي جاي فقد اصدرت في يناير الفين واربع وعشرون اوامر مؤقتة تلزم اسرائيل باتخاذ تدابير لمنع حدوث الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة تتضمن هذه الاوامر ضرورة تسماح بتقديم المساعدات الانسانية ومنع تدمير الادلة المتعلقة بجرائم الحرب ومع ذلك فقد اظهرت تقرير ان اسرائيل لم تلتزم بشكل كاف بتنفيذ هذه الاوامر حيث قللت من كمية المساعدات الانسانية الداخلة الى غزة تعتبر هذه القرارات جزءا من الجهود الدولية لمساءلة اسرائيل عن تصرفاتها في غزة وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من الاعمال العدائية والجرائم المحتملة ضد الانسانية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي اعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سعيه للحصول على اوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير دفاعه يوافغال اضافة الى قادة من حركة المقاومة الاسلامية حماس وقد اعرب خان في بيانه عن وجود اسباب معقولة للاعتقاد بان نتنياهو غال وثلاثة من قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية وقائد ذو الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب الشهيد عز الديني لقسام محمد الضيف يتحملون المسئولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة واسرائيل وقد تناول البيان بشكل خاص تدعيات هجوم حماس في 7 اكتوبر تشرين الاول الفين وثلاث وعشرون على مناطق في غلاف غزة والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وما رافقها من انتهاكات للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة وخاصة استخدام التجويع كوسيلة للحرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة السيناريوهات المحتملة والنتائج اذا اصدرت المحكمة الجنائية الدولية اي سي سي اوامر توقيف بحق مسؤولين اسرائيليين مثل رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غال وكذلك قادة من حماس فان هناك عدة سيناريوهات محتملة قد تنجم عن ذلك واحد القيود على السفر بالنسبة للمسؤولين الاسرائيليين سيواجهون قيودا على السفر الى الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة هذه الدول ستكون ملزمة بتنفيذ اوامر التوقيف مما يعني ان نتنياهو وغالنت وغيرهم من المسؤولين قد يضطرون الى الحد من تنقلاتهم الدولية لتجنب الاعتقال بالنسبة لقادة حماس ستواجه قيادة حماس نفس القيود اذا اصدرت المحكمة اوامر توقيف بحقهم قد يؤثر ذلك على تحركاتهم السياسية والديبلوماسية في المنطقة وخارجها اثنان التأثير السياسي والديبلوماسي على اسرائيل قد تواجه الحكومة الاسرائيلية ضغوطا دولية متزايدة وعزلة سياسية قد تؤدي اوامر التوقيف الى توترات مع الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وربما تؤثر على العلاقات مع حلفاء مثل الولايات المتحدة التي قد تجد نفسها في موقف محرج بسبب دعمها لاسرائيل مع الحفاظ على التزاماتها الدولية على حماس يمكن ان تؤدي اوامر التوقيف الى تضييق الخيارات الدبلوماسية لحماس وتقليل قدرتها على التحرك دوليا قد تعزز هذه الخطوة موقف معارض حماس داخل وخارج الاراضي الفلسطينية ثلاثة التبعات القانونية والانسانية بالنسبة لاسرائيل يمكن ان تزيد هذه الخطوة من الضغط على اسرائيل للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان والالتزام بالقانون الدولي الانساني قد يؤدي ذلك الى تغييرات في السياسات العسكرية والمدنية بالنسبة لحماس قد تواجه الحركة ضغوطا داخلية وخارجية للتعامل مع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان يمكن ان يؤدي ذلك الى مراجعة تكتيكاتها واسلوب تعاملها مع النزاع ثلاثة التدعيات على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالنسبة لعملية السلام قد تعرقل اوامر التوقيف جهود السلام والمفاوضات بين الجانبين حيث يمكن ان تزيد من انعدام الثقة وتعقد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع بالنسبة للاوضاع الانسانية قد تتأثر الاوضاع الانسانية في غزة والضفة الغربية حيث قد تعرقل للقيود المفروضة على السفر والتوترات السياسية تقديم المساعدات الانسانية وتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية في المجمل ستكون اوامر التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية حدثا مهما يحمل تبعات وسعر النطاق من شأنها ان تؤثر على الاوضاع السياسية والقانونية والانسانية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي والان نتوقف عند موقف الولايات المتحدة الامريكية اذا صدرت قرارات التوقيف من المحكمة الجنائية ضد مسؤولين اسرائيليين ماذا عساها ان تفعل وهل ستخاطر بسمعتها واشياء اخرى كثيرة في مقابل ارضاء اسرائيل للاجابة عن هذا التساؤل نقول اذا اصدرت المحكمة الجنائية الدولية اوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جال وقادة حماس فمن المرجح ان ترد الولايات المتحدة بمعارضة قوية تاريخيا لم تدعم الولايات المتحدة اجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي ترى انها تقود خلفائها او مصالحها الخاصة يمكن توقع العديد من الاستجابات الرئيسية بناء على التصريحات والاجراءات الاخيرة للمسؤولين والمشرعين الامريكيين ويمكن تلخيص ردود الافعال فيما يلي واحد معارضة السياسية والديبلوماسية اعربت الحكومة الامريكية بما في ذلك السلطة التنفيذية والكونغيرس باستمرار عن معارضتها لولاية المحكمة الجنائية الدولية على اسرائيل وقد صرح البيت الابيض بانه لا يعتقد ان المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في هذه المسألة مؤكدا دعمه لحق اسرائيل في الدفاع عن النفس وقد كررت هذا الموقف في السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض كارينجان بير ومسؤولون اخرون وشددوا على ان الولايات المتحدة لا تدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الاجراءات الاسرائيلية في غزة اثنان الاجراءات التشريعية والعقوبات هدد المشرعون الامريكيون وخاصة من الحزب الجمهوري باتخاذ اجراءات تشريعية لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها اذا اصدرت اوامر اعتقال ضد القادة الاسرائيليين ويشمل ذلك احتمال اعادة فرض العقوبات التي فرضها ترام والتي استهدفت موظف المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات ضد خلفاء الولايات المتحدة ويمكن ان تشمل هذه العقوبات تجميد الاصول وحظر السفر على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ثلاث دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاسرائيل اظهر كل من اعضاء الكنجرس الديمقراطيين والجمهوريين دعما قويا لاسرائيل واشروا الى انهم سيقاومون اي اجراءات للمحكمة الجنائية الدولية ينظر اليها على انها تستهدف المسؤولين الاسرائيليين بشكل غير عادل وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون اوامر الاعتقال المحتملة التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بانها لا اساس لها وغير شرعية وحذر من ان مثل هذه الاجراءات يمكن ان تقوض مصالح الامن القومي الامريكي اربع التركيز على الاهداف البديلة اقترح المسؤولون والمشرعون الامريكيون ان تركز المحكمة الجنائية الدولية جهودها على الكيانات الاخرى مثل ايران ووكلائها بما في ذلك حماس بسبب ادوارهم في الصراعات الاقليمية وجرائم الحرب المزعومة بدلا من استهداف المسؤولين الاسرائيليين بشكل عام من المرجح ان تتخذ الولايات المتحدة موقفا حازما ضد اي اجراءات للمحكمة الجنائية الدولية ترى انها تستهدف المسؤولين الاسرائيليين بشكل غير عادل وذلك باستخدام الادوات الدبلوماسية والتشريعية لمواجهة مثل هذه الاجراءات والان ما موقف اوروبا المتوقع في حال اصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارات توقيف ضد مسؤولين اسرائيليين اذا اصدرت المحكمة الجنائية الدولية اي سي سي قرارات توقيف ضد مسؤولين اسرائيليين من المتوقع ان يكون موقف اوروبا معقدا ومتنوعا هناك عدة عوامل ستؤثر على ردود الفعل الاوروبية المحتملة واحد التزام القانون الدولي الدول التي تدعم المحكمة بالجنائية الدولية بعض الدول الاوروبية مثل المانيا وفرنسا قد تعبر عن دعمها لقرارات المحكمة من منطلق الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الانسان الدول التي تعارض بعض اجراءات المحكمة دول اخرى قد تكون اقل صراحة في دعمها لقرارات المحكمة اذا كانت تعتقد ان هذه القرارات قد تؤثر على علاقاتها الدبلوماسية او الامنية مع اسرائيل اثنان العلاقات الثنائية مع اسرائيل التعاون الاقتصادي والسياسي العديد من الدول الاوروبية لديها علاقات قوية مع اسرائيل سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي هذه العلاقات قد تؤثر على مدى استعداد هذه الدول لتنفيذ قرارات المحكمة او دعمها علنا التوازن مع الفلسطينيين بعض الدول قد تحاول اتخاذ موقف متوازن دعية الى الحوار والسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين بدلا من التركيز فقط على الاجراءات القانونية ثلاث الضغوط الداخلية والخارجية الضغوط الامريكية الولايات المتحدة التي تعارض بشدة اي تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل قد تمارس ضغوطا على حلفائها الاوروبيين لعدم دعم قرارات المحكمة الرأي العام قد تتأثر الدول الاوروبية ايضا برأيها العام الداخلي الذي قد يكون مؤيدا او معارضا لاجراءات المحكمة بناء على مواقفها تجاه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 4- السياسة الاوروبية المشتركة الاتحاد الاوروبي قد يحاول للاتحاد الاوروبي صياغة موقف مشترك لكن هذا قد يكون صعبا بسبب التنوع في مواقف الدول الاعضاء في الغالب سيكون هناك بيان دبلوماسي يعبر عن احترام القرارات القانونية الدولية مع دعوة الى حل سلمي للصراع باختصار من المحتمل ان تكون ردود الفعل الاوروبية متباينة وتعتمد على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بينما قد تعبر بعض الدول عن دعمها لقرارات المحكمة من منطلق التزامها بالقانون الدولي قد تختار اخرى تجنب التصعيد مع اسرائيل حفاظا على علاقاتها الثنائية من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو لتعم الفائدة